السؤال من عند دكتور أسامة المزيع استخدم مصطلح هو 76 من النكبات المتتالية فنحن الآن لن نتحدث عن أنه منذ 76 عاماً كانت النكبة إحنا لازلنا في النكبات المتوالية على مدار 76 وصولها لنكبة أخرى لا تقل فداحة ولا نتيجها أقل جرماً من اللي اتعامل من 76 سنة ولا المزيع غلطان نعم حقيقةً صحيح أولاً تحية لك أخي سعد النائب يوسف وتحية لضيفك الكريم وللمشاهدين جميعاً ونسأل الله أن تكون الذكرى القادمة ذكرى النصر وذكرى التحرير بإذن الله يكون يوم إزاحة هذه الغمة عن الأمة العربية لنا نحتفل في الأدس إن شاء الله وهذا كما يقال يرونها بعيدة وراها قريبة وإننا صادقون النكبة مستمرة لم تتوقف يوماً من الأيام تفاصيلها مستمرة وبكل مرارة أقول الشعب الفلسطيني ما زال يواجه هذه النكبة بكل جبروت وإرادة وسمود وتحدي لهذا الاحتلال فصولها طويلة ومريرة وصلنا إلى ما وصلنا إليه لكن هذه المرحلة الصعبة والقاسية التي تمر بها القضية الفلسطينية تعتبر آخر فصول هذه النكبات وأصعبها وقساوة لكن كما يقال أن آخر النفق لعل الضوء يقترب إن شاء الله والفجر يقترب إن شاء الله المرارة صعبة الضحايا كثيرون سواء في عام 48 وصولا إلى اليوم نحن نتحدث عن مئات الألاف ما بين شهيد وجريح وصل عدد الأسرى الفلسطينيون الذين اعتقلوا منذ عام 67 مش 48 فقط لأن الإحصائيات غير دقيقة في عام 48 لحتى 67 لم يكن هناك مراكز لتسجيل عمليات الأسر والاعتقالات بشكل دقيق لكن ما بعد 67 حتى هذه اللحظة أسر من الشعب الفلسطيني نحو مليون أسير فلسطيني وهو رقم رهيب وكبير النقطة أخرى أن الشعب الفلسطيني تعرض لمجموعة كبيرة جدا من الإصابات وعدد كبير جدا من الإصابات نحن نتحدث عن 22% من شباب فلسطين ما بين إصابات في الأقدام في الأيدي فضلا عن الأطراف التي بترت ومع ذلك الشعب الفلسطيني صامد العقول ما زالت تناضل العلم موجود الشعب الفلسطيني واصل نضاله بالعلم ولاحظنا أن هناك على مستوى التعليم في الوطن العربي وحتى في العالم نسبة التعليم في فلسطين تصل إلى 98% من أبناء فلسطين في الداخل طبعا تشكيلة أو نتائج نكبة فلسطين 48% يجب أن نوضحها بشكلها أو بآخر نتج عن نكبة فلسطين احتلال 78% من مساحة فلسطين هذا أولا يعني بقيت فقط أرض الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية ومدينة قطاع غزة محافظة غزة وكانت في ذلك الوقت مساحتها 555 كيلو متر في توقيع اتفاقية رودز تم توقيعها بين الجانب المصري وطرف الاحتلال الإسرائيلي في جزيرة رودز بعد اغتيال المبعوث الأممي في ذلك الوقت وفورت برندوت ثم جاء النائب بانش في ذلك الوقت وهو الذي أشرف على عملية توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار والهدنة الدائمة في رودز هذا أولا وثانيا النتائج على المستدول اللجوء الفلسطيني كان عدد الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت نحو مليون ونصف فلسطيني وهو كان عدد كبير بالمحصلة الحالية تسعمية وخمسين ألف فلسطيني هجروا وبقي نحو ستمائة فلسطيني تقريبا أو ستمائة وخمسين فلسطيني تقريبا منهم مائة وخمسين ألف فلسطيني في داخل تمانية واربعين وهم أيضا جزء كبير جدا منهم لاجئ لأن عملية اللجوء تقسم إلى ثلاثة مراحل ثلاثة أشكال لجوء داخلي داخل الكيان الإسرائيلي الذي تم سمي الأراضي المحتلة عام 48 يعني من رحل من يافا انتقل إلى منطقة سمية أم الفحم جزء من الذين رحلوا من صفد نقلوا إلى منطقة سمية رهط أو النقب أو أم الفحم أو المثلث أو صفد هذه المناطق أو الجليل هناك تجمعات فلسطينية تجمعوا حول بعضهم لأنهم أصبحوا قلل يعني مجموعات قليلة في يافا مجموعات قليلة في حيفا مجموعات قليلة في الرملة في اللد الجميع هاجر خارج الأراضي المحتلة 48 لكن في جزء قليل بقيوا التفوا حول بعضهم في منطقة سمية المثلث وهنا وهناك هذا أولا الفئة الثانية من اللاجئين هاجرت إلى أرض غزة وأرض الضفة الغربية وهي معظمهم من القرى المحافظات الجنوبية أو ما تسمى المناطق الجنوبية يعني ما تسمى حاليا غلاف غزة مثلا من بئر السبع هاجروا إلى غزة من منطقة زديروت حاليا ما تسمى زديروت المجدل اللد الرملة يافا معظمهم هاجروا إلى غزة وعلى ساحل غزة الجزء المحيط بمدينة القدس والمناطق الشمالية هاجروا إلى الضفة الغربية وهناك عدد كبير جدا من المخيمات ومن ثم الجزء الثالث من أبناء فلسطين هاجر إلى خارج فلسطين خارج الأرض جزء منهم من منطقة صفد الشمالية هاجروا إلى لبنان وإلى سوريا والجزء في مناطق الشرقية المحازية للحدود مع الأردن هاجروا إلى الأردن ومن ثم انتقلوا إلى دول عربية وهناك أيضا من جاء من يافا عبر البحر لم يستطع الوصول برا إلى غزة كمدنيين بالمحصلة مدنيين وهاجروا إلى مصر وتواجدوا في مصر في ذلك الوقت ولذلك هناك نقطة مهمة في ذلك الوقت وصم الفلسطينيون بأنهم باعوا أرضهم وهي عار كانت على جدا جدا ترجمة نانسي قنقر